هل على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يجبروهم على دفع الجزية؟ جميع أهل الكتاب في جميع الحلقان القتال هو ابتداء لإزالة الحواجز المادية وهذا قتال للدول وليس قتال للأفغان فنحن عندما نعلن الجهاد على ألمانيا مثلا على الدولة إذا رفضت أن تقبل أن يدخل الإسلام إلى أهل ألمانيا فنحن نخيرهم بين الإسلام أو الجزية والخضوع لأحكام الإسلام والجزية هي الضغيبة الوحيدة التي يدفعها غير المسلمين بينما المسلمون يدفعوا الزكاة ويدفعوا الخراج ويدفعوا العكاب ويدفعوا الضوائد إذا نقص في بيت المال ولم يكن هناك مال للجند أو للجيش هل تلوم الضرف الآخر أن يخشاكم يا شيخ أحمد؟ هل تلوم الأوروبيين أن يخشوكم حين تقولون أن علينا أن نقاتلهم جميعا؟ نقاتل الدولة نقاتل الجيوش لا نقاتل الناس لا نقاتلهم لا نقتلهم فقط إذا أصعت هذه الدولة أن تمنع نشع الإسلام في أراضيها فنقاتل الدولة كدولة يعني كتاب Clash of Civilizations لسامويل هونتنسون والذي قبله لفكياما أستاذه الذي تنبأ بأن الصراع القادم بين الإسلام والغرب لحنا شوية معناته صحيح نعم صراع الحضرات صحيح هم استعمرون وهم كذا والإسلام لو لا الجهاد لما وصل إلينا ولولا الجهاد لما وصل إلى باقي البقاء أغلب العالم القديم خلال عبع قاون كان واصلوا الإسلام بالجهاد والناس العاديين بدهم الإسلام اللي ما بدوا الإسلام ضل على دينه نحن في بلاد الشام أغلب أجدادنا الأوائل كانوا ليسوا مسلمين لكن دخلوا لحسن الإسلام ولعدالة الإسلام وبقي القلة الصغيرة في بلاد المسلمين رائع 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 إذن نحن مأمرون بالقتال لنشر دين الله نعم هذه طريقة الإسلام في نشر الإسلام طيب لو وصلتم ألفوا إلى الحكم هل ستحررون فلسطين؟ نعم 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 يجب إعلان الجهاد ويجب إزالة إسرائيل من الوجود وإثنائها هذه هذا الكيان مسخ ويجب إزالته من الوجود هل ستوافق على أن يتولى مسيحي وزارة المالية مثلا؟ لا لا أوافق فيش وزارات أصلا في الإسلام ما في وزارات ماذا هناك؟ في وزيع التفويض في وزارة التنفيذ وزيع التفويض ويطفع من الحكم والحكم خاص بالمسلمين فقط كل ما هو من شأن الحكم يعني رئيس الدولة عفوا رئيس الدولة اللي هو الخليفة أو معاون التفويض أو معاون التنفيذ أو الوالي أو العامل اللي هو بشبه المحافظ هذا يجب أن يكون مسلما ويجب أن يكون رجلا أيضا الدول الأوروبية تعيش ما قبل التاريخ تعيش ما قبل الإنسانية في حياتها الزواج المثلي سواء بين النساء والنساء وبين الرجال والرجال هذه هي مدنيتكم؟ هذه مدنيتكم؟ المشكلة يا أخي المشكلة يا أخي المشكلة المشكلة